بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي النهاردة رحب بحضراتكم ويمكن الحقيقة النهاردة اجتماع مجلس الوزراء استعرض الحقيقة عدد كبير من الموضوعات الهمة جدا في اطار طبعا توجه الدولة لدفع عجلة الاقتصاد فيه خلال هذه المرحلة والحقيقة يمكن في اطار توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع يعني دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي وكان توجيه سيادته للحكومة بالاسراع بموضوع الرخص الزهبية واصدار الرخص الزهبية الحقيقة المجلس كان وافق من يمكن شهر وشوية على تسع رخص بصورة مبدئية والنهاردة يمكن يعني اسمحوا لي ان انا اعرض على حضراتكم يعني ان في ايدي دلوقتي التسع رخص اللي فعلا تم اصدارهم وبرضو عشان نشوف شكل الرخصة يعني الطريقة غير تقليدية وتبقى لتقنيات الجديدة الرخصة تطلع في صورة كارت زاكي بيبقى فيه طبعا كيو ار كود بيبقى متسجل عليه كل الداتا والبيانات اللي بتبقى خاصة بهذه الرخصة والحقيقة دي يعني خطوة مهمة جدا الدولة النهاردة بتاخدها علشان فعلا تشجع القطاع الخاص في خلال هذه المرحلة بالاسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية في المجالات باللي احنا قلنا انها هتكون جديرة انها تاخد الرخص الزهبية وعايز اقولي كمان ان المجلس النهاردة بيوسع كل مرة الانشطة اللي ممكن انها تبقى تسري عليها الموضوعات الرخصة الزهبية بالفعل النهاردة اضفنا مجموعة اخرى من الانشطة والحقيقة ايضا النهاردة وفقنا على اصدار اربع رخص اخرى وبالتالي هيبقى فيه النهاردة اربع رخص هتبدأ هيئة الاستثمار انها تستكمل الاجراءات والورق بتاعتهم بحيث برضو تخرج بالشكل اللي انا وريته لحضراتكم واحنا يمكن زي ما قلت لحضراتكم محددين مدة زمنية بحد اقصى ان شاء الله تبقى هيئة الاستثمار بتصدر فيها هذه الرخص كل دي هدفها ببساطة شديدة ان احنا نمكن القطاع الخاص في هذه المرحلة على التوسع وزيادة الانشطة اللي بيقوم بيها لخلق فرص عمل جديدة والدولة المصرية كلها بتدعمه ويمكن عشان كده انا بأكد ورسالة لكل القطاع الخاص اللي موجود في مصر احنا الدولة المصرية حريصة كل الحرص في هذه المرحلة على يعني تشجيعه ودعمه في هذه الظروف الصعبة واهم شيء ان انا بدعو كل اصحاب المشروعات ان هم برضو ان هم يتقدموا صحيح بيقدموا لكل الجهات المعنية عشان الحصول على الرخص ولكن احنا في لجنة مختصة بهذا الموضوع جوه مجلس الوزراء تحت اشرافي الشخصي بتجتمع بصورة تقريبا اسبوعية او كل اسبوعين على الاكثر فبشجع القطاع الخاص ان هو يتقدم مباشرة لمجلس الوزراء هنا لو حابب ان هو ايضا يعني يبقى ده منفز اخر للتقدم للحصول على الرخصة الزهبية بجانب طبعا هيئة الاستثمار وبقية الجهات المعنية الاخرى فده الحقيقة توجه مهم جدا الدولة المصرية حريصة فيه وان شاء الله المرحلة الجاية هتبقى بتشهد اصدار وموافقات لعدد اكبر من الرخص الزهبية باذن الله الحقيقة احنا برضو على طول على مدار اليوم بيبقى فيه تنصيق كامل مع البنك المركزي ومع السيد المحافظ والحمد لله هدف هذا الموضوع هو ضمان استمرار اخراج كل السلع اللي موجودة في المواني زي ما قلت لحضراتكم يمكن يوم السبت الماضي احنا خلاص رجعنا تاني الى ما كنا عليه قبل عام ماضى وفعلا انا بتأكد يوميا ان الامور مستقرة وان الحمد لله دلوقتي بقت وطيرة العمل كما كانت قبل هذه الازمة وده دايما بيحصل من خلال التنصيق المستمر والدائم مع البنك المركزي والحيمكن المجلس حريص كل الحرص فهذه المرحلة على الجلوس بصورة تفصيلية مع كل القطاعات الانتاجية وعلى الاخص قطاع الصناعة ويمكن يعني احنا على تواصل مستمر مع الغرف التجارية وما اتحاد الصناعات ومجالس التصدير عشان نشوف كل المشاكل التفصيلية حتى اللي بتواجه عملهم بحيث النهاردة نخرج بقرارات تنفيذية واضحة بيتم متابعتها علشان نقدر ان احنا نتجاوز اي عقبات النهاردة بيواجهها قطاع الصناعة لان طبعا زي توجيهات فخمت الرئيس هو ده القطاع الاهم بالنسبة للدولة المصرية واللي شغالين عليه ولكن ايضا كان هناك الحقيقة تحدي كان بيواجه قطاع العقاري في دوق طبعا ارتفاع الاسعار المواد البناء والمستلزمات البناء كلها والمشاكل كمان في ندرة بعد هذه المواد كان الحقيقة جلسنا مع قطاع التطوير العقاري اكثر من جلسة وكانوا يعني حددوا عدد من المطالب والحقيقة يمكن يعني بناء على يعني التنصيق مع السيد وزير الاسكان الحقيقة كان مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتمع اول امبارح وبالفعل اصدر قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري ويمكن خليني اقول لحضركم اهم ثلاث قرارات صدرت ان احنا هنمد مدد الزمنية للمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% من المدة نفسها اللي موجودة يعني لو واحد مواخد خمس سنين بنديله كمان سنة اضافية فوق السنة دي وبنرحل الاقصات المستحقة كانت على المطور لنفس المدد وبالتالي ده بنديله يعني يعني نقلل الضغط الكبير اللي كان واقع عليهم واللي حصل تأخير نتيجة للظروف الاستثنائية في اعمال التنفيذ فبالتالي بنديلهم 20% من المدد الزمنية الاجمالية اللي كانت مقررة للمشروع بتاعه في نفس الوقت وده كان قرار اخر مطلب من مطالب المطورين العقاريين احنا كنا بنعتبر ان المشروع مكتمل وبالتالي ما بنضغطش على المطور ان هو يكمل بقية المشروع عندما تصل نسبة التنفيذ الى 90% من المشروع فكنا بنسيب له 10% يقدر ان هو ينفزها على مدى زمني يعني مفيش بقى مدى زمني محدد برضو هيئة المجتمعات خفضت النسبة بدل ما تكون 90 تبقى 85% وبالتالي بندي فسحة للمطور ان هو يقدر يستكمل المشروع بعد كده بالصورة الظروف المناسبة لي ايضا كان هناك الحقيقة طلب وبردو تم الموافقة عليه الحقيقة كان بيبقى هناك فايدة اضافية بتفرض من قبل وزارة المالية كانت بتساوي 2% اضافية برضو مجلس هيئة المجتمعات بحضور السيد وزير المالية تفضلوا بالموافقة على تخفيض النسبة من 2% الى 1% ودي كلها قرارات الحقيقة كانت مهمة جدا انها تتاخد علشان دعم طبعا القطاع التطوير العقاري وده قطاع مهم جدا في الاقتصاد المصري عشان يواجه الظروف الاستثنائية اللي احنا بنواجهها الحقيقة اخر موضوع حابب ان انا اتكلم فيه ويمكن هو موضوع التروحات اللي احنا يمكن اعلن عنه ان شاء الله اللي هو كان اعلن عنه يوم السبت الماضي واللي قلنا باذن الله في خلال اسبوعين باذن انها حنعلن على الخطة التفصلية الحقيقة انا في اجتماعات على مدار اليوم يعني الحقيقة كل يوم بيبقى فيه اجتماع خاص بهذا الموضوع مع الجهات المعنية وفيه اجتماعات اخرى على بداية الاسبوع القادم بحضور برضو كل الوزراء المعنيين والبنك المركزي وان شاء الله ان شاء الله حنعلن عن الخطة التفصلية يعني باذن الله عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم عشان نعلن الخطة بالكامل اللي هي هتبقى على مدار عام بالكامل إنها إن شاء الله هتطرح في الشركات وهنا يمكن عايز أتكلم إن العدد لن يقل عن عشرين شركة والأغلب إنه هيبقى أكتر من كده بإذن الله ولكن ودي كلها شركات هتطرح طرح أولي يعني هتبقى لأول مرة بتطرح لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة وأيضا للطرح لمستثمرين رئيسيين بحيث إن هم يدخلوا بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة وبالتالي زيادة رأس المال يعني إحنا لما بنترح لمستثمر استراتيجي بيبقى الهدف طبعا إن إحنا نزود رأس المال بتاع الشركة الموجودة قائمة وبالتالي يضيف فرص عمل إضافية ويقدر إن إحنا نوسع عملية الإنتاج وبالتالي حيبقى العشرين شركة دول أو المفروض العدد إن شاء الله حيبقى أكبر واللي حيطرحوا لأول مرة حيبقوا مزيج ما بين الطرحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي ولكن الهدف كله زي ما قلت هو مشاركة أكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية ويعني المشاركة في إدارة وتملك الجزء من المؤسسات العامة اللي كانت مملكة للدولة وده طبعا يعني هدف استراتيجي أعلن عنه من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة وإن شاء الله إحنا كحكومة متجهين للتنفيذ الضقيق جدا لهذه الخطة وزي ما قلت لحضراتكم بإذن الله بعد مجلس الوزراء القادم الإسبوع قادم هنعلن عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكينات اللي بإذن الله حيتم طرحها بإذن الله أنا بشكر حضراتكم جدا